موسيقى 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 ستة جويلة 2015 جزوني الشرطة ضقوا الباب خرجت لهم طلعت معا في الكرهبة ومشيت معا في المركز ثم سألني الشرطة قال لي ما هو بك علينا مهيب قال لي ان الشرطة قلت له كيفاش قال لي ان تصبح فينا في الفيسبوك كي وصلت معا في المركز بدلي فاكس جاه من مزارة الداخلية في هاليانا نتطاول على رئيس الجمهورية وصفت امه حسب كلامه هو وصفت امه بالمومس وحرطت على عوان الامن الوطني خطرني كتابت البوليسية كلاب وأكل لحم البوليس حالي الارتيك الراهو كديم يرجع من 2012 وستاتويه هدايا كتبته ببرشة مرات وين سير تجاوز وإلا حازة كتبته حتى نبدو متفهمين فما غناية متعراب العنوان متع هازة كتبته اقتباس متعنيتش كتبته كتبته مبرشة مرات مصالحات شي لا تحركت لنيابة العمومية لا حد شي منش عارف اش بهم متوى ولو معانها ولا يقلقهم الكلام اللي كنت كتب في عندي عمي منش عارف على خاطر الرئيس تبدل وإلا على خاطر الحزب لي في الحكم تبدل وإلا هم من اخترروا لهم يبدلوا معانها يحبوا يرجعوا لدولة البوليس متعها قبل حكيت معانها لقلت لي حكي لفظات صاروا قدامك ولا سمعت بيهم قلقوك خلوك عندك نوع من اللحة التصرفات منتع عوان الامن حكيت له راه اجبت لفظات صارو لي مع العائلة صاروا في الشارع قدامي صارت في التلف هو برا موشك فيهم يكونش عندي صلة بتنظيمات إرهابية ولا حاجة. أنا ما عندي حتى أصلها بأي طرف سياسي. النشاطي المعنى هو الوحيد ناجم أقول في المجتمع المدني هو مع الجمعية تونسي العلم الفلك ومشجع الجمعية الرياضية بجربة. واحد بحاث سألني قالي إن كانت عندي علاقة بالدكتور منصف مرزوقي واسكمان هو اللي حرضني عليه هو اللي متأثر بفكاره هو. سألني قالي شنية علاقتي بحرك شعب المواطنين. وقلت لأرى ما عندي بهم حتى علاقة. قالي تحبش دكتور رئيس الجمهورية. قلت لأرى ما حبش نكتور رئيس الجمهورية. أنا ضد عقوبة الاعدام. قالي هكتسب فيه. قلت له. ما دام هو تحط روحه. ما دام تحط هو في منصب عمومي بش يكل النقد بش ننقده. قال كيف مثلا تدخل داعش على تونس معاشكون توقف. قلت لأ بطبيعة مش نقف ضد داعش. قال لي أنا كيف نقل الكتام اللي كتبته هنا. قلت له صاحبي رانا زوز ندافه على تونس كل واحد عنده الخندق متاعه. جوز تفهم عواجج جناب الاسبالية اللي عواجزها من الأسباب اللي تخلي داعش ولا الشباب تونسي ممكن يتعاطف مع داعش ولا ينضم لها. يزم نتناول الشئ اللعام ومن خفوش. وننقضو. وخطر كاما غير ما ننقضو يزم ما ما يفهم مهما. روه كاماش من نقدم. تعنا احنا البلد ما تصلحش. وهم مفقوش بغلاطو. على خطر اللي قواعدين ما يسمع كان الكلام الباهي ويسمع كان في المديح. ووذنو تستنس كان بالمديح. حد دولي جلسة قامس سبعتاش قوت الفين وخمستاش في محكمة ناحية حمد السوق. بس اني القاضي علشنو كتابت الكلام هذا قلت له سيد الرئيس راهوه معناها صارت تجاوزات وما تمتش المحاسبة متاعها. كيما اي شاب تونسي واعي بالمشاكل متاع البلاد متاعه. يحب الخير لبلاده. قد صحيح اللغة كانت عنيفة وكل شيء. اه ما نش عارف علاش اليوم انا قدامك. اطلب من حاجب متاعه كونه يدون اللي تصريحات هذية متاعه تم تغيره تنع على الوطن. بعد ذلك يترافع الاستاذ مهدي بن حمود عمل مرافعة معناها ممتازة الخير. اطلب في الاخر معنا keyword حكم بعد ذلك سماعة داعوه متاعي. لما قد قطلت لك مدن كتبته على حساب شخصي في الفايسبوك ما متوقع سخرج في م PP غيره التعبير. يعني انا قاعد في الدار ما حكيانه نجمعه فاما احتل لي جهاز نس اه مغير ترخيص ويسجل فيه له كلاiation قاله من قول فيه. وبعطيكه جيى حسبني ونقول لي ما شنوان فهمة واحد معناها من الأمنين قال لي كي تكتب بكتب ومتخريش ناس تقرأ حطوا لي كنتبرك قلت لي ما شنوان نمشينا للصحرى نصيح واحدي وندخل بحر واحدي في الغريجة نقول لك لا ما نحبه ونقول لك المهبئ نحكوا واحدنا الوالدة قلت لي معناها المنطقة استعمال في إرها وما ربطتكش عليه قلت لها هم يراهوا هذاكا هو الفاصل أمتاع الحرب على الحرية التعبير بش يقعدوا هم يديروا هذاكا كانت حكاية صارت ولم تتكلم عنها حتى تحد رأي تنشي في المهموت ولم يفق بيع حتى تحد ممكن يحكموا لي حتى بل حب ست أشهر لما نسمع لمندرأ الملكان التهمة تطاول على الرئيسة الجمهورية والتهجم والتحليض على العوان الأمن الوطني ولد التهمة القذف العلني معناها كأنني تعالكت أنا واحد في الشارع سبيته وشهد علي أزوز من الناس وجايشكيبية فهمني معناها كيفاش تلعبوا بالتهمة معناها خرجوها من إطار حرية التعبير كما صارتش معناها حملة موساندة كوشي أكيد رأي صارت الحكاية هيكا وهذه حاجة إيطاب معناها يتعدوها بشتاعدوها 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 رأي الحرية الكونسابتون على الحرية يجب أن تحارب عليها كما الإنسان يحارب على روح في وسط البحر لهيش يجب أن تضرب على روحك بش متغرقش خاطر الوطن تكتف ديك تقول صايم عاشغارك كل شيء وقتها بشيب العكلماء ترجمة نانسي قنقر